المهم لما زال ما تشجلش نحن نشوف كيف سنتسجلو في هذا الموقع هذا للعلم لأجل المغرب السلام عليكم بعدها علم لأجل المغرب هي واحد منظمة مستقلة غير حكومية السادف 2018 اللي بغيتوا المعلومات وما تقلبوا عليهم فهذا سيثاثة دا ستلقاوهم المهم من هذا الشيء كامل نحن اللي تهمنا هو أننا نتسجلو في هذا الموقع المهم أول حاجة سنقوم عليها هي قدم طلبك الآن كيف لا تشوفوا باللو الأخضر المهم سنضغطوا على هذا الطالب ماذا تلقوا ؟ لقد تشوفوا معلومات الشخصية المعلومات الشخصية التي تزاوWANه كل شخص هناacaktと思います اسم شخصي مستلمون اسم جنيه کانطان لمن غيرت عصر الرجم اللي بكرت سوف تدخل البرد الإلكتروني ثم نقائوا تاريخ الإزدياد ليوم الشهرلل سنة كل شيء عندكم في ضبط البطاقة الوطنية مكان الزدياد في البيت القرى الوطنية الجنسية بطبيعة الحال مغربي سنكتبها الحالة الاجتماعية أعزب متزوج أرمال أو مطلق من بعد تلقى العنوان العنوان اللي كان فيه حاليا في البيت القرى الوطنية المدينة التي تتمي لها ندير كمثال مدينة سديقاصم نتمي لها أنا شخصيا ونشوفه رقم الهاتف المحمول بعد كل هذا نضغط على هذا المربع أو المستطيل الذي يوجد باللون الأخضر يعني الخطوة التالية نضغط عليه بعد الضغط على الخطوة التالية نجد المسار الدراسي هنتلقى وحاصل على شهادة جامعية شنو نوعد لهذه الشهادة وش الدق ولا الدوت ولا المسطر إلى آخره كنجي هنا كنكتبه الإجازة إذا كانت عندك الإجازة تكتب الإجازة الشعبة اللي اخذتي فيها شنو هي الشعبة لهذه الإجازة هذه وش في العلوم أو الأهداف إلى آخره ثم المعدل المعدل هو تجمع ست دورات اللي اخذتي فيهم يعني ست دورات اللي قرأتي في ذلك الجامعة يعني اللي سوم مستخ تجمع المجموعة ديرهم وتقسمهم على السطرة تعطيك للموين أو للمعدل العام كنجي هنا تجمع تاريخ استلام الشهادة يعني التاريخ اللي قرأتي في ذلك الشهادة كنجي هنا تبشر لليسانس ديالك تجمع فيها التاريخ اليوم الشهر ثم السنة بعد ذلك نجد اسم الجامعة أو المؤسسة المسلمة للشهادة اسم الجامعة أو المؤسسة المسلمة للشهادة الشهادة اللي عندك يعني من إين مؤسسة أو من إين الجامعة جبتها نرى تدير الاسم الجامعة بكل بساطة من بعدك القول المهنة خاص بالأطور الشبال الذين يشتغلونها منذ سنتين على الأكثر يعني شنوه يها هذه المهنة تدير نعم ووافق المهم عمر الخيناة وصافة لك أنت مكتابة من بعد تلقى السيرة الذاتية تحتوي على صورة شمسية فيها صورة شمسية تشوفوا كيف نفعل السيرة الذاتية سوف تلقوها في صندوق الوصف هذا الفيديو مهم على كل حال من بعد تلقى الشهادة أو شواهد الجامعية يعني الإجازة تضعها تماما بعد تلقى اللغة التي تتقن عدنا العربية يعني اللغة الأم كينا الفرنسية شنو النبو ديالك في اللغة الفرنسية وش عالي متوسط داني إلى آخره أنا ندر متوسط إنجليزية مهم إنجليزية تنعرفها شي حاجة يعني معارف أولية أما بالنسبة الإسبانية فهي منعدمة هذا شخصيا هذا الشيء الذي نتكلم عليه أنا بالنسبة لي شخصيا كيف سمعت عن جمعية تعلم لأجل المغرب أغلب من نلقى في الفيسبوك وش سمعتها في الصحافة سمعتها في الميديا في التلفازات كل ما أردت مهم أغلب ديالك قاعد لزان فوق مصير تلقوهم من تلقوهم في الفيسبوك أو في اليوتيوب ما الذي جدبك أكثر إلى برنامج علم لأجل المغرب بالنسبة لي أنا فرصة للتدريس كان شيء أخرى تنمية القيادية أو تحدي جديد كان شيء مهم كل واحد يدير الاختيار المناسب له من بعد كمشيو الأنشطة الاجتماعية من بين الإمكانيات التي يرجى الإشارة إلى الأنشطة الاجتماعية التي سابقة وشاركت فيها شنو؟ جمعية طلابية أو متطوع في منظمة غير حكومية أو غير ذلك مهم أنا مشاركش عن دير أخرى من بعد كمشيو أخبرنا عن أكبر إنجاز لك في مشروع أو فريق أو مبادرة إلى آخره فأنت لك شاركتي أو لا تحكي اليوم شنو كين؟ أنا ما شاركش عن قول اليوم لم أشارك بكل بساطة أخيراً كالقاو ما الذي يحفزك للإنضمام لمنظمة تعليم لأجل المغرب بالنسبة لي الشيء الوحيد الذي يحفزني هو أن هذا المجال ينتمي إلى مجال التربية والتعليم أو التدريس مهم كل وحيد يدير شنو السبب اللي يحفزه أنه يدفع لهذا المنظمة من بعد كالقاو قبل المباشرة بتعبئة استمار التسجيل المرجو قراءة شرط قبول انتساب يعني الشرط يعني هاد المهنة واش هتوافقك قادر عليها ما قادرش بزيف الشرط مو ما ذك الشرط غالباً ما كالقاوها في أي مهنة سافعة تدير أوافق نعم أوافق علي هاتي الشرط من بعد كتدير إرسال الطلب هل أنه لديك شيء أغيث بالسابق لديك أرسال الطالب حتى يقبلوك ما تقبلتش ركا ترجعك يقول لك ها النقص في ان كان عندك يعني شي خاني تكون مملئتي هاش تعاود تعمرها وكسوعها وتعاود إرسال الطالب من جديد صافي كتتقبله وتسنى ظهرك